هذا وتشهد مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكة إقبالاً لافتاً من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا ضمن الحملة الوطنية للتطعيم حيث بلق مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء أمس الأثنين أكثر من مليون ومئة وتسعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومئة واثنين وستين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من ستمائة وتسعة وثلاثين ألف شخص